أولاً في قتل أخيراً أكتشفت كيف أقدر أوزع هدايا بمناسبة 200 ألف مشترك كانت الفكرة أنه أبغى أوصل للناس اللي كانوا معانا من يوم ما كانت المدونة السرية مما كنا قبل المئة ألف كمان فقررت كل مذكرة حنسوي سؤال واللي يجاوب هذا السؤال نعطي له هدية وكلمت صديقي رضا عمدا فهو مصمم مجوهرات سعودي قال والله فكرة حلوة أنا هعطيهم خمسة جوائز قيمة كل جائزة 500 ريال شكراً رضا عمدا معرضنا في جدة تحلية مركز نيوتاون بالقرب من مجمع مطاعم السوليدر نشارككم بعض الأفكار لهدايا للأطفال الآن ضيفنا في هذا التصوير المبارك الشيخ عمار ألعاب على شكل مهن معينة عشان لا يطلع ولدك قبله يقول أبغى أصير مشهور لا يعرف أنه في شغل حقيقي في الحياة انتك تسويه ايش تشتغل؟ ما اشتغل لسا ايش الوضيخة اللي ان شاء الله هتشتغلها بعد السنة السابع؟ والله ما عارف يمكن دكتور أوف سنة السابع كيف سير دكتور؟ بعدين بعدين يتعلم أنه يمشي زوجته أو أخته على كيفه من باب السلطة والولاية ان شاء الله متى نامي تزوج؟ الله ما عارف بعد عشر سنين يمكن عشر سنين؟ ايه على بول عمري على قدر بعق لعبة الشنب لمحاربة فكر حلقة الشنب وهنا يعني جميع يكون مشنب رجالا والنساء انت عندك انستغرام؟ ايه هل انستغرام مناسب لشبابا من 12 سنة؟ يعني تقريبا اليوم صديقتنا داليا عزمتنا على الغداء غداء يعتبر؟ غداء مناسب ما هو غداء؟ ها عزمتنا على سليك وليمة 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 سليك ايش عندك نصائح للصغار اللي عمرهم مثلا عشر سنين للمستكبل كده اديم نصائح لانت واحد تجربتك دحين ما شاء الله التعشر سنة مثلا شين ديمت علي تنصح بما يسووه اه انا ماندي بشي والله يعني مره داليا ظهرت في القناة قبل كده بس ما ظهرت باسم داليا انه بس ظهرت كده بشو كده صورت ناس كثير مع بعض هي كانت بينهم اللي حصلها ويقول في ايه حلقة او في ايه فيديو هو اللي حياخد اول جائزة من رضا عمدا من مشاكل الجيل الجديد انه عندهم فكرة في التعليم كل احد يشارك يفوز في هاد اللعبة ممكن كل احد يشارك يفوز ممكن ما احد يفوز عسف هاد بسمة بسمة ماهي داليا نحن ما نبغى نعرف متى بسمة ظهرت نبغى نعرف متى داليا ظهرت المفرض الواحد ما نخش على بيت الناس هو يصور صح؟ الا عاد هاد هي داليا اللي يقدر يحصلها في الفيديو السابق ياخد الجائزة سلطان ظهر بس ما نبغى نعرف متى سلطان ظهر آخر مرة مستي حلوة نبغى نعرف متى داليا ظهرت آخر مرة مرينة شرابك شرابي مو خلو هاد شراب العيد الفردة الثانية كيف رايك شرابي الله انا حروق اصلي خلاص هاد الفيديو من 2010 صورناه قبل ما سلطاني تزوج ويجيب بزوره وقلت له هصورك بنته ترقص عشان هوري بنتك وسبحان الله تزوج رغم ما كنا متوقعين انه يقدر يتزوج وبعدين جاب بنت نحن بنستنى بنته تكبر كفاية عشان نوريها الفيديو عندك اي رسالة ما تقولها الغنى قبل ما تشوفوا الفيديو غينة ابنت الواحد لما انا يكون في ذاك السن اعمل اغلافه اعمل اشياء ما اعمل حسابها واحدة منها انه يكون نش متصوى الفيديو ليه سنة بحاول اقردن هاد الولد الصغير عشان نصير اصحاب سافرنا سوا اشترينا حلويات حاولت كل شي اقدر عليه لكن تجي هاد الاخت اللي تشوفوا الاول مرة في حياتها اشوف الرجال ما شالله ما شالله ما شالله يا رجال موسيقى موسيقى اشحب لا ليش يلا فارس تحنا من اللعب لقد اكمل اثناء والزحة موسيقى خوفوا تجي معاي نجيب موايا من البيقالا تبتنزل تحت البيقالا مع عمر استمتة داليا كيش بالبروكولي وكيش بالبروكولي العربي عيش عيش بالبروكولي كرنبيط أخضر كرنبيط أخضر عيش بالكرنبيط أخضر والساطة حكيت للسليك والسلطة حكيت للسليك والسدجاج محمد هذي مشاركتي في طبخة اليوم لا لا بصدينة شيف سيرنا أصحاب أقدر ألمس بالحين كيش بالبروكولي انتهى اللقاء الجميل وانتهت مذكرتنا سنذهب إلى مكان ثاني ما أقدر أوريكم هو بس مكان جميل سلطان فرصة سعيدة شكراً داليا على أكل جوجوب داليا اللي يتذكر فين داليا جات هياخد الهدية فرصة سعيدة أتبع أفتح لك هي ها؟ ها؟ بس أسأل ماما أول ينفع؟ يا ماما هذا معلش؟ أفتح له؟ لا، بعد العشرة لدي أشياء الأشياء لك ماما قالت افتر دينر اوكي؟ هذا هو اللي حنستخدمه الفيديو اللي بعد عشرة سنوات لا بس عادي أنا ما عدي مشكلة شكراً لك